الآية دي الحقيقة لها معاذة خاصة في قلبي لأن عشان أمو النور عشان مريم مريم ستنا مريم طبعا ومريم بنتي وأنا دخل قدت العمليات أولد كنت مخدرة نفسي أن أنا لازم أقرأ الآية دي قبل ما أدخل قدت العمليات فالآية حتطلع أمامنا دلوقتي على الشاشة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم ربنا يا رب يحفظ أولادنا جميعا من الشيطان الرجيم ذكرا كان أو أنثى إحنا جايبين الآية النهاردة دي ليه جايبين الآية دي عشان العبارة الموجودة في قوله تعالى وليست ذكرك الأنثى الآية بتتكلم عن امرأة عمران نعم وامرأة عمران عملت حاجة لطيفة كانت موجودة في الشرائع السابقة أنها تعمل حاجة لطيفة أوه أوه إحنا عندنا بقت شيء عام لكل المسلمين بس هي كانت في الشريعة التي كانت شريعة بني سعيد كانت أن المرأة يجوز لها أنها تعمل إيه؟ أنها تنظر ما في بطنها محررا لخدمة بيت العبادة لخدمة بيت العبادة فكان من عدتهم يعني تولد البابي وهي نيتها أن الطفل ده حيكون بيقدر من ويهو حامل حيكون خادم لبيت العبادة لبيت العبادة ومعنى أنه خادم لبيت العبادة إن هو يأتي ولد لأن هم من عدتهم كانت في البيئة بتاعتها إن اللي بيأخذ من دور العبادة كان الولاد الولاد فهي نظرت ما في بطنها فلما وضعته إيه اللي حاصل؟ طلعت بنت إنها طلع بنت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت يعني الله أعلم بما وضعت أي قبل وضعها فوالله يعلم هذا فإن اللي حاصل؟ وليس الذكر كالأنثى وهنا المفسرين اختلفوا هو كلام وليس الذكر كالأنثى من كلام حنى ولا من كلام الله سبحانه وتعالى الصحيح النواء زي مع أكرمة وغيرهم بيقولوا إن ده من كلام امرأة امرأة وبيقولوا إن هي كانت أي أصداها من ده وليس الذكر كالأنثى إنها بتقول إن ليس الأنثى كالذكر في مسألة القوة البدنية وهنا تخيالي حبيك هتخدم دور عبادة ومعرفش إيه وتبقى موجودة طول الوقت فيتردد عليها ناس وممكن في أيام الأعياد تبقى كتير قوي فهي وكأنها أشفقت وكأنها أشفقت عليها وليس الذكروا كالأنثى وإني سميتها مريم أنا سميتها مريم بعد كده مريم دي كانت إيه؟ يعني وعاء السر الرباني والكلمة الإلهية كلمة الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبنا سيدنا عيسى كان محل لهذا النظر فدي قصة وكأن في حاجة لطيفة إن قصة سيدنا عيسى وقصة سيد ستنا مريم فيها سر في مسألة الولادة إن سيد ستنا السيدة مريم منذورة الخدمة وسيدنا عيسى كذلك كان فيه سر في ميلاده فالمقصود هنا ما كانش المقصود إن ليس الذكر كالأنثى زي ما الناس بتعمل للوقت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتعمل باكتش بقى يعني الناس بتروح عاملة حزمة كده من أدلة الشرعية يقول لك ربنا قال وليس الذكر كالأنثى دي واحد فيروح إيه عشان بقى أنا أقول له وليس الذكر كالأنثى دي كلام حنة ودي كلام دي نير موقف وده خاص بالموقف ده إن هي بتقول إن هي خايفة عليها ما تقدرش تكون هي اللي تؤدي المسألة بسبب إن الخدمة صعبة وبسبب إن ده مخالف للثقافة التي كانت سيدة وكأن السيدة مريم هي اللي فتحت باب إن في حد يكون من الزهد من النساء يعني في هذا ولذلك السيدة مريم من الكاملات من الكاملات من النساء فكأنه إن إحنا بنتكلم يعني اللي بيفهم ده لازم يفهم إن السيدة مريم كانت من الكاملات يعني ما يجيش يقول وليس الذكر كالأنثى وهو بتكلم على الأنثى اللي هي ستين مريم التي كانت كاملة يبقى فيه لغبطها هنا يعني هو كده أو من لغبط الدنيا فإن لا حصل ده بالعكس كده معناها أفضلية للمرأة للأنثى بالضبط كده فهنا لو كانت الآية بتتكلم على وليس الذكر كالأنثى فهي بتتكلم على حقيق إن فعلا الذكر ليس كالأنثى إذا كانت ليس الذكر كالأنثى في حمل الأسقال فالذكر ليس كالأنثى لأن بعض الأحيين عنشيل حاجة من هنا وانشيل حاجة من هنا فليس الذكر كالأنثى في البنية الجسدية إذن وليس الذكر كالأنثى في الحمل الأنثى كذلك وليس الأنثى كالذكر في الحمل هي تتحمل الحمل الرجل لا يتحمله إذن المسألة هنا بتتكلم على حالة معينة وهي حالة ماذا وهي الحالة دي وإذا أردت أن تكون حقيقة عامة فيتصلح أن تكون حقيقة عامة